محاكمة ومحامي وأخذوا رد المهمة النتيجة القاضي الفرنسي برأ إبراهيم هنانو أعزائي المتابعين أعزائي المتابعي برنامج عقود من تاريخ سوريا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان حديثنا في الحلقة الماضية عن بدء العمل المسلح في عموم سوريا ثم بدأت تظهر قيادات في شمال سوريا ظهر القائد إبراهيم هنانو إبراهيم هنانو من مدينة كفر تخاريم التابعة اليوم لإدلب ولكن بالتقسيمات الإدارية القديمة لم تكن إدلب محافظة فلذلك ينسب إلى حلب لأن حلب إداريا كانت تمتد سلطتها الإدارية إلى ما يسمى اليوم إدلب وأريافا فكفر تخاريم إداريا كانت تابعة لحلب ولذلك قد يظن البعض أن إبراهيم هنانو حلبي نحن عموما كلنا مسلمون وكلنا أهل بلد واحد ولكن من باب بيان الحقيقة فالقائد إبراهيم هنانو هو من كفر تخاريم من أسرة غنية أبوه كان يريده أن يعمل معه بالتجارة أبوه يبدو من مليونير إقطاعيي تلك الأيام وهو كان محب للدراسة أخذ له شوية فلوس من أبوه وراحة القسطنطينية أو على إسطنبول ودرس بإسطنبول وتخرج من كلية الحقوق طبعا نقطة ثانية أشير لها الآن إسا الدولة العثمانية أو دولة كمالاتاتورك مو معترفة بالاحتلال الأوروبي فتعتبر أهالي بلاد الشام من رعاياها بمعنى أن إبراهيم هنانو معه الجنسية العثمانية فلما تخرج من كلية الحقوق عين قائم مقام يعني نائب محافظ في ولاية بتركيا اسمه أردروب ومن هناك ظهرت تحسنت علاقته بمن؟ بكمالاتاتورك فلما دخل الفرنسيين إلى بلادنا تمام إجا إبراهيم هنانو يقاتل الفرنسيين طب بده سلاح وقوة ومين دعمه؟ دعمه كمالاتاتورك فالداعم الأصلي والأساسي لإبراهيم هنانو في مواجهة الفرنسيين هو كمالاتاتورك تمام؟ وعن طريق إبراهيم هنانو ظهر اسم صالح العلي صالح العلي سمع فيه كمالاتاتورك رغم أنه لم يكن قائد عسكري أو أن كمالاتاتورك طلب من إبراهيم هنانو يشوف له حد يشتغل بالساحل فإبراهيم هنانو شاف صالح العلي وأعلن صالح العلي استعداده للعمل مع أتاتورك فأرسل أتاتورك كمية من السلاح لمن؟ إلى صالح العلي صالح العلي خاض بكمية السلاح اللي إجته من كمال أتاتورك معركة واحدة يتيمة وعبارة عن اشتباك لا فينا نقول حصل فيها نصر ولا فينا نقول حصل فيها هزيمة كر على معسكر أتل لقم واحد وقتل لقم واحد وانسحب فبعد هذه المعركة حصل اتفاق شبه اتفاق رسمي لترسيم حدود الجنوبية في منطقة أورفا بين كمال أتاتورك وبين الفرنسيين حتى يتم توقيع الاتفاق اشترطت فرنسا على كمال أتاتورك إيقاف الدعم عن إبراهيم هنانو وصالح العلي لأنها فرنسا كدولة ومخابراتها عندها كانت تعرف أن الدعم لهنانو صالح العلي هو كمال أتاتورك فأوقف الدعم تمام؟ عندما أوقف الدعم يعني حصل جمود عند القائدين أما صالح العلي فمجرد وقوف الدعم راح زلمي بكل بساطة وسلم حاله للفرنساويين وقال لهم أنا غلطان ونكون السماح والفرنساويين استقبلوا وعفوا عنه وأصلا كان رجال كبير هو وبالتالي ما يسمى عن بطل أو شيء وهم اسمه صالح العلي هو عبارة عن وهم صالح العلي بعد 1922 ما خض أي معركة ومات بعدها بأربع سنين في 1926 أو آخر الخمسة وعشرين توفيها صالح العلي وبالتالي إذن الكلام عن بطلات صالح العلي هي بطلات موهمة لا أساس لها من الصحة أما إبراهيم هنانو فلما أوقف كمال أتاتورك الدعم عنه بدأ يبحث عن دعم فكان يتأمل من مين من هم أعداء فرنسا إنجلترا قد مكنت عبد الله أخوه للملك فيصل اللي كان حاكم سوريا مكنته من شرق الأردن فإبراهيم هنانو راح إنه يظن ممكن عبد الله أخوه له فيصل يدعمه راح لعن فيصل وهو بالطريق تآمر عليه الإسماعيلية في سلمية اللي كانوا عملاء للفرنسيين وعملوا له كمين وانقتل عدد كبير من أتباعه وهو نجى بأعجوبة ووصل لشرق الأردن وراح آبال عبد الله طلب منه سلاح عبد الله ما لبى فراح لوين قطع لفلسطين يطلب سلاح من التجار بفلسطين الموشات خبروا عنه قامت مين مسكته فلسطين ما فيها سلطة للفرنسيين سلطة لبريطانيا مسكول الأنجليز مسكول الأنجليز وسلموا للفرنساويين وهنا اجريت له محاكمة طبعا إبراهيم هنانو كان محكم أربع عدامات بمحاكمات عسكرية غيابيا مات بدون ما يتسلم هلأ أتسلم فلما أتسلم أحيل للقضاء المدني وليس للقضاء العسكري تمام محاكم ومحامي وأخذوا رد المهم النتيجة القاضي الفرنسي برأ إبراهيم هنانو وألغى عنه عقوبات الإعدام ليش؟ أنه إبراهيم هنانو من حق يقاتل الفرنسيين هو ابن سوريا وفرنسا محتلة سوريا ومن حق فما أدري هل هي لعبة ولا هي رمز يعني عمي لمع القضاء الفرنسي أنه عادل المهم طلع منه إبراهيم هنانو مثل ما بيقوله مثل الشعراء من العجين ولكن عند هذه اللحظة توقف العمل العسكري وتحول إبراهيم هنانو إلى إيش؟ إلى العمل السياسي تحالف هو عبد الرحمن الشهبندر وبعد ذلك عملوا على تأسيس أحزاب وانتهت أحزابهم باسم حزب الحركة الوطنية الحديث عن الحركة الوطنية إن شاء الله سيكون في ترتيبه الزماني المناسب في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى وإلى لقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر